استنكر أهالي مدينة الفلوجة التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة التربية المقال سرمت سلام لفتة ضد المدينة داعين المسؤولين إلى تبني خطاب يساهم في لم الشمل وتوحيد الصفوف وأكد أهالي الفلوجة إن على المؤسسات الحكومية اختيار الأشخاص المناسبين الذين يمثلون السلوك المنضبطة في مكاتبها الإعلامية ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى المدن العراقية أو التحدث بلغة طائفية واستبعاده من منصبه حقيقة هذا التصريح من دل على شيء إنما يدل على ما هو بداخله فلا يمثل إلى نفسه فأحنا أهالي الفلوج نستنكر هذا الكلام ولا نقبل به أبدا والفلوجة معروفة بمواقفها الطيبة ومعروفة بأهلها وناسها الطيبين فلا نقبل هذا الكلام أبدا ونرفضه جملة التفصيلة ونحن في زمن يجب أن نبتعد عن كل النعرات الطائفية التي تثير الحقد أو التي تتحدث بشكل جارح بعض المدن العراقية لأن العراق عراق واحد سواء هنا أو هناك شمال جنوب شرق غرب كل عراق واحد فيجب على المتحدث الرسمي أو أي شخص باسم التربية أو باسم حتى الوزارات الباقية يجب أن يكون ملتزم بالأدبيات القانونية والأدبيات المنطقية لكل إنسان أو الإنسانية العامة لا يتحدث ولا يجرح أحد في أي مكان وفي أي شكل وعن أي عنصر كان ترجمة نانسي قنقر